رفع العقوبات عن إيران شجع العلماء الإيراني لإكمال بحوثهم العلمية والخروج من القيود التي كانت مفروضة عليهم والعمل بحرية أكبر أخبار الآن التقت بالبروفيسور علي أكبر جلالي أستاذ في جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا جامعة ويست برجينيا الذي أكد أن القيود التي كانت مفروضة غالبا ما تكون صعبة القيود وتقتل الاختراعات قبل الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات عن إيران كان هناك كثير من العوائق التي تمنع العلماء الإيرانيين من إنجاز بحوثهم كما ينبغي صعوبات وعقبات كانت دائما في طريق البحوث والدراسات الإيرانية البروفيسور علي أكبر جلالي أحد البحثين الإيرانيين في جامعة إيران العلم والتكنولوجيا وجامعة ويست برجينيا يعد مثالا لكثيرين يطمحون إلى تطور في إيران والاستفادة من مجالات الانفتاح التي يتيحها الاتفاق النووي إذ انتفعت مشاريع جلالي وبحوثه كثيرا بالاتفاق النووي الموقف حاليا أفضل بكثير لأن العقوبات غالبا ما تكون صعبة القيود تقتل الاختراعات لأنه يتبادر لذهن الشخص المخترع بأنه لا يتوفر لديه المرافق للعمل على أفكاره المبتكرة بشكل عام أعتقد أنها فرصة عظيمة للأكاديميين للتعاون مع الجامعات الأخرى في المنطقة والبلدان الإسلامية والعمل ضمن مشاريع مشتركة في السابق وعندما كانت العقوبات مفروضة على إيران لم ترغب بعض البلدان في العمل معنا بسبب المشاكل الموجودة لدينا ولكن حاليا لا يوجد الكثير من القيود في هذا المجال ويمكن استغلال ذلك كفرصة سانحة البحوث النووية في إيران تشكل مقدارا قليلا من مجموع الانفاق على العلوم وبالرغم من العقوبات كان الانفاق على البحوث العلمية فعالا في بناء القدرات الوطنية في مجالات علمية كثيرة حيث حددت الحكومة تطور تكنولوجي من بين ثلاث أولويات وطنية بين سنتي 16 و21 ومع انحصار العقوبات تدريجيا وتحسن وضع المالية العامة للدولة خططت الحكومة لزيادة ميزانية البحوث العلمية بحلول سنة 30 لتبلغ 4% من إجمالي الناتج المحلي وإذا تبلورت فعلا هذه الأرقام قد تصبح إيران الأولى في المنطقة في مجال تسويق التكنولوجيات التجارية لمختلف القطاعات الاقتصادية لقد خرجنا من نطاق القيود وكحال جميع البلدان الأخرى أصبحنا نعمل بحرية أكثر بناء على قراراتنا وكل بلد يفكر في مصالحه الخاصة مصلحتنا هي الدخول في نطاق العولمة لدينا خطة تطوير لخمس عوام في إيران ونحن في السادسة منها لقد قبلنا بالعولمة وقررنا أننا نريد علاقات جيدة مع دول أخرى وتجارة عالمية وعمل أبحاث عالمية وأن نعيش بسلام مع الدول الأخرى في العالم ولكن أولوياتنا تتمثل في دول الجوار العربية والإسلامية يجب علينا أن نبدأ علاقات جيدة من خلال المجالات العلمية والرياضية والشؤون الاجتماعية الأخرى كالمنظمات غير الحكومية المشتركة وأن نساعد بعضنا لتحقيق النمو والعيش بسلام مع جميع دول العالم يعمل البروفيسور علي أكبر جلالي الآن وبعد رفع العقوبات على تطوير إنترنت الأشياء وإدخال طباعة ثلاثية الأبعاد انطلاقا من الإنتاج والصناعة وصولا إلى الأطعمة خاصة وبعد سهولة وصول الخبرات العالمية ما يعزز فرصة نمو التكنولوجيا في إيران هذه الأيام هناك بعض المشاريع التي نعمل عليها حاليا مثل إنترنت الأشياء والطابعات الثلاثية الأبعاد والتي بدأناها قبل الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني ولقد كانت هناك العديد من العوائق فيما يخص العقوبات ولكن حاليا جميع تلك المعويقات قد أزيلت وأصبحنا قادرين بسهولة على الوصول للخبرات العالمية وهناك فرصة كبيرة للنمو بشكل عام فإن المشاريع التي أعمل عليها هي مشاريع محلية ولم تتأثر بشكل ملحوظ بالاتفاقية النووية وعلى أي حال فإن شراء تجهيزات للمنشآت كان يشكل عائقا لنا بشكل دائم لأن تلك المنشآت لها العديد من الاستخدامات ولذلك فقد أثرت الاتفاقية النووية عليها بشكل إيجابي علماء إيران الآن يسعون إلى التحرر من القيود التي كانت مفروضة على القطاع التكنولوجي واستغلالها لتطوير التقنيات التكنولوجية إذا أصبح من الواضح أن قطاع التكنولوجيا في إيران يملك جميع الموارد الضرورية ليصبح من المتصدرين عالميا خاصة أن العلاقات الإيرانية العالمية أخذت في التوسع من بعد رفع العقوبات اشتركوا في القناة